قتلكم الإنسان في رمضان يحاول يدير ختمة بالأحكام والتدبر ختمة واحدة بالأحكام بتدبر أفضل من عشرين ختمة بلا أحكام ولا تدبر بالعكس لو كانت تختم القرآن عشرين مرة بلا أحكام ولا تدبر تكون كسرت القرآن الكريم لا ضمى ضمى لا الفتحة فتحة لا إدغام لا قلقلة لا إخفاء وبالتالي تكونه آثما تصور إنسان هاو ها قد أقزلق قزلق 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 هي موهن بارك بالنسبة إليه يختم ولا يقرأ القرآن كما نزل فهو آثم والأخذ بالتجويد فرض لازم من لم يجود القرآن فهو آثم شوف العلماء كيف يا ربي إذن نخذ حذرك أنت تقول نجينا دي الأج فتدي الإثم أقرى بهدوء بحكمة إذا تقرى بتدبر وبأحكام إذا جدت عشر أختمات لا يعونك ولكن إذا جدت ختمة واحدة بأحكام وتدبر أفضل من مئة ختمة بلا أحكام ولا يجب التدبر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنوه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنوه عودها عود عود عودها عودي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنوه كيف ها هاني شهد المصحف وانا راني ظالم ما راني ظالم الخدامين تواعي ما خلصتهمش مساكن جاء رمضان ما صابوش وشيشيروا لولادهم وننقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وأنا نقول لعنة الله على شكوله أو يلعن في نفسه ألا لعنة الله على الظالمين هو ظالم فهمتش مع أنت رب قرأ إلى القرآن والقرآن يلعنه